مصدر بتعليم القاهرة الإعلان عن تنسيق الثانوي العام خلال أيام أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم الإعلان عن تنسيق الثانوي العام لطلاب الشهادة الإعدادية خلال أيام أوضح المصدر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تجري إحصاء تكرار لمجموع نتائج طلاب الشهادة الإعدادية اتمهيدا لإعلان تنسيق القبول بمرحلة الثانوي العام وكذلك الإعداد المطلوب قبولها طابقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوي العام وفي ذات السياق تستمر مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في استقبال تظلمات الطلاب المتضررين من نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة ثلاثة أسابيع على أن إعلان النتيجة خلال أيام من إطلاع الطالب على صورة من كراسته الامتحانية وذلك من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب يذكر أن تنسيق الثانوي العام بمدارس القاهرة العام الماضي قد تم تخفضه من 204 درجة إلى 236 درجة وذلك تحقيق مبدأ تكافئ الفرص في الإدارات التي يوجد بها فراغات فقط طبقا لظروف كل مدرسة ونوعيتها وكان اللواء خالد عبدالعل محافظ القاهرة قد اعتمد نتيجة امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021 بنسبة نجاح 83.9% حيث تقدم للامتحان 106213 طالبا وطالبة حضر منهم 106402 نجح منهم 134.626 طالبا وطالبة وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات الهائية 206.6 طالبا وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت 99.16% أتلتها إدارة شبرى التعليمية بنسبة نجاح 97.77% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.79% واعتمد محافظ القاهرة أيضا نتيجة امتحانات السم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.7% والمكفوفين بنسبة نجاح 67.6% وامتحانات المدارس البولية بنسبة نجاح 99.9% كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 83.3% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66.9% اشتركوا في القناة